أنت قيقول أنت تقلد مغني أنت ما يتقلد المغني أنت عقلك دا ينسخ التكنيك اللي دا يستخدم المغني فعقلك الباطل راح يحرك العضلات اللي تحتاج تحركها على ما تطلع صوت مقارب اللي راح يطلع حتى ما راح جاي 100% هاي طريقة كل ناس يقلدون الأصوات وهي شيء هي الفكرة آني ليش دامتشتا أقول لهم للطلاب أنه المغني اللي تريد تغني مثله غني ويا تشغلوا غنيتها وغني ويا أخذ إش قد ما تقدر منه حاول يتقلد إش قد ما تقدر هو ما راح يجيب صوته وما راح يقلده فعليا بس عقله راح يلقط التكنيك بشكل غير مباشر يعني هو الغناء نهاية تكنيك خاصة الغناء الغربي يعتمد على التكنيك أكثر من الغناء الشرقي نحكي على الغناء الشرقي يرجع بالزمن يعني أتوقع العصر العباسي كان أكو شيء اسمه الغناء المتقن كان المغني يغني بدون مرافقة موسيقية ويعتمد على العرب الصوتية والمرونة اللي حد الآن موجودة الصعود والنزول والعرب الصوتية اللي أنا أفتقرها طبعا بالغناء الشرقي يرجع أصول الغناء الشرقي حاليا المودرن للغناء المتقن بالعصر العباسي فالهوية الغناءية الموسيقى الشرقية تقريبا بقت نفسها طرابية طرابية صحيح طرابية من زمان من زمان من أيام القواني اللي هما كانوا النساء اللي يغنون خلف الستار كان اسمهم القواني صحيح بس الغربي يختلف تماما تكنيك الغربي تكنيك بحت شون شي تتقولي البارحة على تتقولي أنت المطرب الغربي المطرب العربي مولود بموهبة المطرب الغربي يقدر يبني الموهبة بس المطرب العربي الشرقي ما يقدر يبني هاي الموهبة صح؟ يأما مولود وياها يأما لا مضبوط أكو حالات شاذة بهالموضوع شوف الغناء الشرقي مثل ما قلت لك هو لحد الآن نفس الهيكلية تقريبا ما الغناء المتقن من العصر العباسي المرونة الصوتية تجي بحالتين بس يأما تعلم من عمر صغير كلش يأما موهبة من الله هاي الحالتين الوحيدات لأن رجعنا بها البداية أن التعلم من الطفولة فعلا فتشي ينحفر بيك ويبقى وياك ويكون بيرفكت أكثر من الف مرة وانت شبير فهذا الغناء الشرقي هي جي يكون الغناء الغربي أكل اللي يعتهم موهبة من الله رباني وهذا رح يبقى دائما متقدم على صاحب التكنيك اللي يبنى نفسه بنفسه دائما الموهوب هو رح يكون أعلى بس بالغناء العربي مثلا تقدر تدرس مقامات تدرست مقامات تاني بس اليوم واحد بالشارع عنده موهبة أجي أنا يغني هو يغني نفس الغنية وأنا دارس مقام هو ما دارس مقام يعبرني لأنه موهوب هو موهوب صح بالغناء الغربي لا لأننا بالغناء على الشرقي لا نستخدم هؤلاء تكنيك قلت لك مرونة مرونة صوتية vocal agility والرينج احنا كلش نحب الصعود لا نحب النزول نحب الجوابات نحب الطبقات العالية يعني ذروة الطرب من واحد يصعد طبقة عالية الطبقة الناصية عندنا بالعالم العربي بالموسيقى الشرقية ما تشتغل من النوادر كان عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب فضل شاكر يمكن شوية فضل شاكر لا لا فضل شاكر هم عالي يعتبر تنر اللي هو فوغل باريتون يعني طبقة أي فالغناء الغربي لأنه يعتمد على التكنيك سهوية مختلف مثلا الروك تكنيكا يختلف اختلاف تام عن الجاز البلوز بالتكنيك للعبدور ترجمة نانسي قنقر